وجه رئيس مجلس الوزراء دكتور مصفى مدبولي بأداد دراسة جدوى اقتصادية على أعلى مستوى لتنفيذ مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب تتضمن دراسة تكلفة التشغيل والإدارة وكذا مراجعة تصميمات وعرضها على مكاتب عالمية متخصصة مع بحث الشاركة مع القطاع الخاص في تنفيذ هذا الصرح الطبي المتكامل جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي لاستراد تفاصيل المشروع القومي الذي يمثل إضافة حقيقية للمنظومة الصحية في مصر ويحقق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي حيث يقوم على تحقيق تكامل في التخصصات الطبية في مكان واحد بما يسهم في تقديم خدمة طبية متميزة تخدم منظومة التأمين الصحي الشامل التي تستهدف الدولة التوسع فيها